تعنت من قبل كابتن حزم إمام وكابتن روي فيتوريا وكابتن غرابة فيما يحدث مع النادي الأهلي في ظل أن أنت بتتكلم في توقيتات وطح أنه أنا حلعب جمعة 3 جمعة جمعة إثيوبيا 3 تونس مباراودية لمنتخبنا الوطني 15 للسوبر الأفريقي في شحاد العاصمة في السعودية السوبر الأفريقي في شحاد العاصمة في السعودية وبالتالي أنا سهل جدا أن أقول يا جماعة خصوصا أن مباراة إثيوبيا لا تغني ولا تثمن عنه تحصيل حصل نعم تحصيل حصل تحصيل حصل يوم الثلاث مباراودية وبالتالي لماذا هذا تعنت مع النادي الأهلي عن الرغم من أن أنا شفت من اتحاد كرة القدم ومن الكابتن حزم تحديدا ما قبل تجاه مغير لا معسكر النيجر والإيباريا في كاسلوسي أول معسكر لدوري فيتوريا بطولة ودية تمام بطولة ودية وكل حاجة وبالعكس كابتن حزم تطلع في كل حتة وقال لك يا جماعة لازم وتسيبه نعمل وكان هناك اجتماعات ما بين الكابتن حزم لماذا هذا تعنت مع النادي الألف يظل أن أنا رايح ألعب بطولة رسمية ومن مباراة واحدة هاخد بيها بطول لو ربنا كره يعني في بيت شهير يقولك إذا كان ربه البيتي ومش عايزين نكمله لأنه أنت أرسيد قعدة يعني أنا أتمنى أننا نقعد نتكلم في أننا بنقول الأولواء المنتخب مصر على طول الخط وأنه ما فيش استثناءات تدايق حد من حد أنا جايب الكابت الخطيب ليه؟ وبجيبها كل شوية ليه عشان ما حدش يطلع يزايد لأن أنا كل شوية بيجي لي حاجة على التليفون يقول لي أصلا مثلا يعني أحمد مجدي طلع يتكلم يقول بصوا بيقولوا لا لا رمز النادي الأهلي فاهم قوي قيمة المنتخب فأنا كان في سنة كل الناس توقف على طرابيزة واحدة وتقول إيه الأولوية المنتخب مصر ونرسيها قاعدة ويبقى دال الماشي تمام ولكن أنت قبلت بشكل ما بخرق أكيد السنة اللي فاتت في كاسلوسيل فالقاعدة مش قلاص القاعدة كده تم ضربها في مقتل زي ما بيت قال زائد أنت قلت أن أنا مش هستثني حد من لعيبة الأهلي وبعدك هتلعت في المؤتمر قلت طب أنا هاخد أربعة ومش هاخد تسعة التمانية يعني كأنك كمان في الموقف ده هتطلع يعني هتشغل الأهلي جميلة في أنك واخد اللعيبة الفعلا اللي أنت بتعتمد عليها كعناصر أساسية الرباعي اللي هو محمد الشناوي محمد هاني مروان عطية محمد عبد المنعم أنت في السياق العادي ما بتلعبش حسن الشرعات أساسي ما بتلعبش قفش أساسي ما بتلعبش كهرباء أساسي وحتى مروان مش هاسي ما لقى مروان بياخد أكتر بس لأصول الأربعة المؤكدين اللي أنت عايزهم في التشكيلة أنت راجل خطهم والأهلي تمام ياسر إبراهيم وخلينا نقول يعني بالورقة والألم كان نفسنا نقول أنه يحقلك على طول الخط تمام وده حقيقي ولكن أنت قبلت بخرق للقعدة من البداية ما تكلمش في استثناءات تاني أو أن حد يبص الاستثناءات دي نقطة النقطة التانية بالنسبة للنظام الجدولة أنا مش متخيل أن الرابطة لما قالت أننا هنقيم الدوري يوم عشرين تسعة بنهاية الموسم اللي فات أننا دلوقتي داخلين على واحد تسعة بعد بكرة ولسه بنتناقش في نظام المسابقة نحن مفروض دلوقتي كل واحد عارف هيلعب مين أول وثاني وثالث وخامس نحن بنتناقش بس نحن بنتناقش تبيزهم من قول ده مقترح نحن بنتناقش والحاج عامر قعد والحاج عامر قعد بيعمل كذا حاجة عامل أنا بالنسبالي حلا يكون في عونه وجد نظري لا طبعا بيشتغل بيشتغل على التصور قصد أن هو كل شيء يعمل التصور ووشايل أخطاء ناس كتيرة جدا ويعني هو أكتر واحد الناس بت هل ربط لا يتكلم